دخل ملاف تحصيل مستحقات قطاع المقالع والكسارات والمرامل مرحلة الجدية والحسم وأصبح مجلس الوزراء أمام مسؤولياته بعدما شكل في جلسته الأخيرة لجنة برئاسة نجيب ميقاطي لمتابعة عمليات التحصيل شرح وزير البيئة كان مفصلاً أمام الوزراء هو عرض خريطة مناطق انتشار 1237 مقلعاً وكسارة ومرملة استناداً إلى تقرير مديرية شؤون الجغرافية في الجيش وبينت الخريطة حجم الكميات المستخرجة ب198 مليون متر مكعب بين 2004 وال2020 والمساحة المستخدمة بلغت 26.6 كمربع أي 0.25% من مساحة لبنان المواقع الممسوحة توزعت البقاع 133 بعلبك الهرمل 222 جبل لبنان 508 عكار 69 لبنان الشمالي 184 نبطي 56 وجنوب لبنان 65 الرسوم والضرائب العائد تحصيلها لوزارة المالية بلغت مليار وملي وخمسين مليون دولار قيمة التعويض عن الضرر البيئي العائد تحصيلها إلى وزارة البيئة حددت بـ 588 مليون دولار وكلفة إعادة التأهيل وصلت إلى مليار 973 مليون دولار طلعت كلها مع بعضها المالي الضرر البيئي وإعادة التأهيل بحدود 3 مليارات و700 مليون دولار قيمتها بهال 17 سنة اللي الجيش قدر مسح فيها وزدنا الرسوم لتأخذ بعان الاعتبار موضوع سعر الصرف وضربناها بـ 66 وأمر التحصيل رح يروح بداية للضرر البيئي وهو قيمة 588 مليون دولار ولاحقا أو تاني خطوة لموضوع إعادة التأهيل لأن إعادة التأهيل رح نعطاهم فرصة يتقدموا بمشاريع أو بخطط إعادة التأهيل هذه المواقع الخطوة التالية قبل نهاية فصل الصيف هي إصدار أوامر التحصيل بعدما أصبح هناك ولأول مرة قاعدة بيانات واسعة عرض ياسين للأم تيفي جزءا منها عم نشوف هون مثلاً هيدا اللي تلصر كله بعين دارة هيدا من أكتر البلدات يعني في لبنان اللي فيها مقالع هيدا ميروبة تبين لك المواقع كلها بهذه المنطقة وكل وحدة بميروبة بالعقارات اللي موجودة والمواقع منروح ساعتها على الداتابيس طبعا هيدا ما نقول مثال نموزج من أمر التحصيل بفيه كل التفاصيل وقديش الرقم المستحق عليه للضرر البيئي وقديش لإعادة التأهيل بده يتوقع وبيتبلغ عبر مخافر قوة الأمن الداخلي في المحصلة هل ستتجرأ الحكومة على إطلاق عهد تحصيل المستحقات وهي التي تقف متفرجة حالياً أمام كسارات مدعومة ومحمية سياسياً تعمل تحت جنح الظلام ويت انت سي والعبرة في التنفيذ ترجمة نانسي قنقر